بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في النشر الأسبوعية لأخبار الجماعة الإسلامية الأحمدية حول العالم إليكم العناوين الجماعة الإسلامية الأحمدية في الدنماك تعكد جلستها سنوية التاسعة والعشرين إنيقاض الموسم السابع لدوري الأحمدية لكرة السلة مجلس خدام الأحمدية في ناجيريا يعقد اجتماعه سنوية الوطني الثامن والاربعين ملخص لخطبة الجماعة الأخيرة التي يلقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز أهلا بكم ثانية وإليكم تفصيل الخبر الأول بحمد الله عقدت الجماعة الإسلامية الأحمدية في الدنماك جلستها التاسعة والعشرين في الحايد عشر والثين عشر من يونيو المنصر بإذن من حضر تأمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز بدأت الجلسة بمراصم رفع لواء الأحمدية والدعاء الصامت وقد أقيمت في مجمع مسجد نصر الجهان حضر الجلسة العديد من الشخصيات المهمة منهم عمدة المجلس المحلي الحالي الذي أعرب فيها عن انتنانه لدعوته على الرغم من كونه مسيحي الديانة وأشهد أيضا بجهود الجماعة في المجالات المختلفة التي تخدم المجتمع والعندة السابقة التي رفعت علام الدنمارك وتحدثت عن جهود الجماعة في مجال الأنشطة الخيرية المحلية والتعاونية داخل المجتمع وقد قرأ محمد زكريا خان أمير الجماعة والداعي المسؤول في الدنمارك رسالة حضرة أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصره العزيز للجلسة والتي شدد فيها على الضرورة تكاتف أبناء الجماعة الأحمدية في الدنمارك معا لنشر رسالة الأحمدية للشعب الدنماركي من خلال إظهار الأسوى الحسنة واختيار الكلمات الحكيمة وبعدها ألقي الخطاب الافتتاحي الذي ركز فيه على أهمية صحبة الصالحين مما يساعدنا على بلوغ التقوى إنعقدت الفقرة الثانية في الجلسة السنوية بعد صلاتي الظهر والعصر كانت هذه الفقرة باللغة الدنماركية وألقي فيها ثلاث خطب حول مواضيع تتعلق بأهمية ونعمة الخلافة وأهمية طاعة مؤسس الخلافة وقد منح أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصره العزيز الإثنى في المشاركة في الجلسة لثلاث دعاة من جماعتي السويد والنرويج وكانت خطبهم حول مواضيع الخلافة حبل الله والخلافة الأحمدية وخدمة القرآن والخلافة الأحمدية والتضحية المالية وفي الفقرة الختامية ألقي الضوء على موضوع الخلافة أحد أنوار الإلهية واختتمت الجلسة المباركة بالدعاء الصمت وإليكم تفصيل الخبر التالي من بيليز حظيت الجماعة الإسلامية الأحمدية في بيليز بفرصة عقد الموسم السابع من دور الأحمدية لكرة السلة الذي بدأ بهدف مساعدة الشباب على ملء أوقاتهم بالأعمال الجيدة وتوفير منصة لعرض مواهبهم وتعزيز التطور المهني لديهم مثل التصوير وتسجيل أداء اللاعبين والتحكيم والبث التدريبي والتعليق الصوتي ويضم هذا الدور حالياً 49 فريقاً من 600 شاب بحمد الله يحضر العديد من الشخصيات والوزراء بانتظام هذا الدور لدعم الفرق أنتم تخرجون الأطفال صغر من الظلام إلى النور مما يمنحهم الفرصة للتألق وما كان لهم ذلك لو لم يمنحوا هذه الفرصة مما يفسح لهم المجال إظهار مواهبهم هذا ما تفعله الأحمدية تقوم الجماعة الإسلامية الأحمدية في بيليز بعمل رائع من خلال خدمة المجتمع الذي تعيش فيه وتعطي الشباب شيئاً جيداً ليفعلوه وتبعدهم عن الأنشطة السلبية الأخرى ساعد دور الأحمدية لكورة السلة التجيع على المساهمة في القيام بخدمة المجتمع ومساعدة المحتاجين وأتى العديد من الفرق بالكثير من الأفكار الإبداعية لإكمال هذه المهمة تميز هذا الموسم بالعديد من الإضافات الجديدة وأبرزها برنامج جديد تم إطلاقه باسم لعبة بيليز وهو برنامج يسلط الضوء على شباب بيليز وخلال منتصف الموسم أقام دور الأحمدية لكورة السلة لعبة كل النجوم في عطلة نهاية الأسبوع حيث تم تقديم أفضل المواهب من خلال تحدي المهارات والمنافسات في ثلاث نقاط وتسجيل النقاط مع القفز تل ذلك التنافس الرئيسي للعبة كل النجوم على مستوى الأقسام وبهذه الطريقة تمكن جميع الشباب الموهبين من إبراز مواهبهم انتهى الموسم بالمباريات النهائية التي جذبت العديد من أبناء المجتمع بما في ذلك نائب رئيس الوزراء كورديل هايد ورئيس اتحاد كورة السلة جاكوب ليزلي الذي قام مع أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية والمفوض بتوزيع الجوائز على جميع الأبطال وبحمد الله تكللت السنة السابعة من دور الأحمدية لكورة السلة بالنجاح وإليكم تفصيل الخبر التالي من نيجيريا بفضل الله تعالى أقام مجلس خدام الأحمدية في نيجيريا اجتماعه السنوي الوطني الثامن والأربعين من الجمعة العاشر من يونيو حتى الثاني عشر من وذلك في مدرسة أوفا بولاية أوفا كوارا في نيجيريا وكان موضوع الاجتماع الشباب والمادية السعي اللامتناهي وراء الأمور الدنيوية تضمن الاجتماع العديد من الفعاليات مثل المحاضرات والتبرع بالدم ومسيرة الفرق الممثلة للولايات المختلفة بالإضافة إلى الفعاليات التعليمية والرياضية مثل مصابقة حفظ القرآن الخطابة مصابقة إلقاء القصيدة وتوصيل الرسائل وغيرها بينما شملت الأنشطة الرياضية كرة القدم والتايكواندو وشد الحبل وغيرها كانت السماء المميزة للاجتماع ندوى عقدة يوم السبت في قاعة الاتحاد وموقف بطول ما يقارب أكثر من 2 كيلومتر حيث ردد الخدام الأنشيد الحماسية ووزعوا الكتيبات على المرة أثناء تنقلهم في أنحاء مدينة أوفا وبدأت الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم تلاها قصيدة عربية للمسيح الموعود عليه السلام ثم قرأت رسالة من حضرة أمير المؤمنين خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز وقد خطب العديد من المشاركين الحاضرين يهدف الاجتماع إلى أن يتحدى جميع المشاركين معا لرفع معاييرهم الروحية والأخلاقية وزيادة معرفتهم الدينية لإدراك أن عليهم السعي لاستمرار لتحسين أنفسهم والأهم من ذلك يجب أن يركز الحاضرون في الاجتماعي على أهم متطلبات تقوية علاقتهم بالله تعالى وألقى المحاضرة المتعلقة بموضوع الاجتماع الشباب والمادية السعي اللامتناهي وراء الأمور الدنيوية سكرتير التبليغ الوطني السيد بدن محمد بشير أثرت الأبحاث أن هناك مجموعتين من العوامل التي غالباً ما تولد المادية لدى الشباب الأول هو ميل الشباب إلى المادية بسبب تعرضهم للرسائل الإعلامية التي تروج لأهمية أن يكونوا أثرياء ومشهورين والثاني وهو أقل وضوحاً إلى حد ما وهو أن الشباب يصبحون أكثر مادية عندما يشعرون بعدم الأمان أو بالتهديد كما نصح أمير الجماعة في خطابه المشاركين باستغلال سن الشباب بحكمة والانخراط دائماً في الأنشطة الانتاجية وألقى بعض الضيوف كلمة حيث أشادوا بجهود الأحمدية لكونها دائماً في الطليعة في تبليغ رسالة الإسلام السلمية واختتم الاجتماع بتقديم الجوائز الفائزين في مختلف المسابقات وقد حضره حوالي 1608 من المشاركين ننهي نشراتنا بملخص لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في إسلامباد تيلفورد بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصاً لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تيلفورد في الأول من شهر يوليو تموز حيث تابع ذكرى المهمات التي أرسلها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ضد المرتدين المتمردين ومنها بعثة البحرين حيث هجم العلاء بن الحضرمي على الحطم وتفصيل ذلك أن العلاء قد أرسل إلى الجارود ورجل آخر أن انضمه في عبد القيس حتى تنزلا على الحطم مما يليكما وخرج هو في من جاء معه وفي من قدم عليه حتى ينزل عليه مما يلي هجر وتجمع المشركون كلهم إلى الحطم إلا أهل دارين وتجمع المسلمون كلهم إلى العلاء بن الحضرمي وخندق المسلمون والمشركون وكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خندقهم فكانوا كذلك شهراً فبين الناس ليلة إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاء شديدة فقال العلاء من يأتينا بخبر القوم؟ فقال عبد الله بن حذف أنا آتيكم بخبر القوم فأخبرهم أن القوم سكارة فخرج المسلمون عليهم حتى اقتحموا عليهم عسكرهم فوضعوا السيوف فيهم واقتحموا الخندق هراباً فمترد وناج ودهش ومقتول أو مأسور واستولى المسلمون على ما في العسكر لم يفلت رجل إلا بما عليه فأما أبجر فأفلت وأما الحطم فإنه كان كالميت فقام إلى فرسه ليركبه فلما وضع رجله في الركاب انقطع به وخرج المسلمون بعدما أحرزوا الخندق على القوم يطلبونهم فاتبعوهم فلحق قيس بن عاصم بأبجر وكان فرس أبجر أقوى من فرس قيس فلما خشي أن يفوته طعنه في العرقوب فقطع العصب فأما أبجر فأفلت وفي رواية أخرى فضربه على رأسه ثم ضربه قيس ضربة أثخناته وأصبح العلاء فقسم الأنفال كتب العلاء إلى أبي بكر بهزيمة أهل الخندق وقتل الحطم وقتله زيد ومعمر وقال أما بعد فإن الله تبارك اسمه سلب عدونا عقولهم وأذهب ريحهم بشراب أصابوه من النهار فاقتحمنا عليهم خندقهم فوجدناهم سكارة فقتلناهم إلا الشريد وقد قتل الله الحطمة وهكذا استولى العلاء على الحجر والمناطق المحيطة وبدأ الفرس ينشرون خبر أن حكومة المدينة ثوف تنقلب في القريب العاجل ولما علم أبو بكر بهذا كتب إلى العلاء قائلا أما بعد فإن بلغك عن بني شيبان بن ثعلبة تمام على ما بلغك وخاض فيه المرجفون فابعث إليهم جندا فأوطئهم وشرد بهم من خلفهم فلم يجتمعوا بعد هزيمة المرتدين رجع بعضهم إلى جزيرة دارين وعاد بعضهم إلى بلادهم فأخذ العلاء من ثبت على الإسلام وتقدم نحو الشمال ولم يزل العلاء مقيما في عسكر المشركين حتى رجعت إليه الكتب من عند من كان كتب إليه من بكر بن وائل وبلغه عنهم القيام بأمر الله والغضب لدينه فلما جاءه عنهم من ذلك ما كان يشتهي أيقن أنه لن يؤتى من خلفه بشيء يكرهه على أحد من أهل البحرين وندب الناس إلى دارين ولم يكن المسلمين سفن للوصول إلى الجزيرة فجمع العلاء الناس وخطب فيهم وقال إن الله قد جمع لكم أحزاب الشياطين وشرد الحرب في هذه البحر وقد أراكم من آياته في البر لتعتبروا بها في البحر فانهضوا إلى عدوكم ثم استعرضوا البحر إليهم فإن الله قد جمعهم فقالوا نفعل ولا نهب والله بعد الدهناء هولا ما بقينا فارتحل وارتحلوا حتى إذا أتى ساحل البحر وكانوا يدعون يا أرحم الراحمين يا كريم يا حليم يا أحد يا صمد يا حي يا محي الموت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ربنا وقال العلاء للجنود أن يخوضوا البحر فدخلوا البحر وأجازوا ذلك الخليجة بإذن الله جميعاً يمشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل وعن ذلك يقول أحد المؤلفين من الممكن أنها كانت ساعة جزر الخليج الفارسي أو أن في الرواية مبالغة وأن الأبناء الذين انضموا إلى المسلمين أعاروهم سفناً عبروا البحر عليها وأياً ما يكون الأمر فقد بلغ المسلمون دارين حدثت معركة قوية في دارين وانتصر المسلمون قال عبد الله بن حذف أقفل العلاء بن الحضرمي الناس فرجع الناس إلا من أحب المقام فقفلنا وقفل ثمامة بن أثال حتى إذا كنا على ماء لبني قيس بن ثعلبة فرأوا ثمامة ورأوا خميصة الحطم عليه فدسوا له رجلاً وقالوا ثله كيف صارت له وعن الحطم أهو قتله أو غيره فأتاه فسأله عنها فقال نفلتها قال أأنت قتلت الحطم؟ قال لا ولو وددت أني كنت قتلته قال فما بال هذه الخميصة معك؟ قال ألم أخبرك؟ فرجع إليهم فأخبرهم فتجمعوا له ثم أتوه فقال ما لكم؟ قالوا أنت قاتل الحطم؟ قال كذبتم لست بقاتله ولكني نفلتها قالوا هل ينفل إلا القاتل؟ قال إنها لم تكن عليه إنما وجدت في رحله قالوا كذبت فأصابوه أي قتلوه كنوا معنا في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوا ترجمة نانسي قنقر